بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم إن شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة المحاضرة رقم 6 من كورس البروبيلتي أنستيستيكس هنكمل ما بدأناه في المحاضرات اللي فاتت إن شاء الله يكون التواصل إونلاين يعني مفيد للطلبة أكتر كمان من التواصل فيس توفيس وده بسبب إن المحاضرة بتكون عندك يعني الفيديو بيكون موجود عندك تسجيل المحاضرة بيكون عندك تقدر إن انت تستعيد أي جزء من المحاضرة لو كان عندك مثلا أي ظروف منعتك من حضور المحاضرة فوجود الفيديو معاك في البيت تقدر إن انت في أي وقت ترجع للمحاضرة وتقدر إن انت في أي وقت ما يفوتكش حاجة وإن شاء الله يعني أي أسئلة هتكون متعلقة بي المحاضرة اللي احنا هنرفحها إن شاء الله كل أسبوع هيكون فيه الإيميل بتاعي بعتولي عليه أي استفسار خاص بيكم بالنسبة للمحاضرة وإن شاء الله في بداية المحاضرة اللي جاية أقدر إننا أرده على الإستفسارات اللي انت وعد تتكلموا فيها إن شاء الله نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم إحنا طبعا انتهينا المرة اللي فاتت عند ما يسمى بي الـ Continuous Random Variable قبل ما نبدأ نكمل على اللي احنا أخدناه خلينا سريعا كده نمر على أسئلة الكويز الأول والحمد للله إحنا أخدنا الكويز الأول للثلاثة للثلاثة فإن شاء الله يعني ده يعتبر الجزء الأول قبل الميت ترم إن شاء الله بعد الميت ترم هنشوف يعني زي الأمور استمرت أونلاين نقدر إن احنا نعمل الكويز ده يكون أونلاين إن شاء الله نتبع مع بعض خلينا في البداية نستعيد مع بعض الأسئلة اللي احنا أخدناها في الكويز على مدار الـ Three Groups تمام فكان كل الـ Groups كانت أسئلته مختلفة فلو بدأنا بـ الـ Group الأول والسؤال الأول في السؤال الأول كان طبعا عندك Circuit System والـ Circuit System ده كان فيه Devices زي ما احنا شايفين كده A, B, C, D, E كان المطلوب منك إن انت تطلع للـ Probability اللي هتخلي السيستم ده يعمل يعني السيستم يكون Works إمتى السيستم ده هيعمل زي ما احنا طبعا أخدنا مسائل شبيهة بكده إن احنا علشان السيستم ده يعمل يبقى إنت قدامك أحد طريقين Two ways الطريق الأولين إن انت هتمشي من السكة اللي هتعتبر Up اللي هتمر على A و B والطريق التاني اللي هو C و D و E وطبع ما احنا بنقول ده أو ده يبقى كلمة Or كلمة Or بتترجم عندنا هنا للـ Union أو الاتحاد فبناء عليه احنا مفروض إن احنا نبقى عارفين هو الـ Probability of إن الإفانس A و B أو الطريق الأولين ده يكون شغالها هتكون عاملة زي والـ Probability إن الإفانس C و D و E مع بعض طبعاً إحنا هنا بنقول C and D and E تكون كام وبعد كده هنجيب الـ Or أو between two devices فكان المفروض إن الحل يكون بالشكل ده انت بتقسم مسألة بتاعتك لجزءين الجزء الأولاني هو الـ Up اللي هو A و B والجزء الثاني هو الـ Down اللي هو C و D و E علشان أجيب الـ Probability إن الإفانس دولة يكونوا شغالين أو إن الطريق ده يكون شغال هيكون عبارة عن الـ And between A و B وبما إن أنا عارف في السؤال إن الـ Components fail independently ده معناه إن الـ A و B دولة independent events وبالتالي إذن الـ Intersection between A و B وهيكون عبارة عن حاصل ضرب الـ Probability of A في الـ Probability of B يبقى من مجرد إن انت هتضرب الـ O.7 times O.7 هيتطلع لك الـ Probability للـ Up إن الـ Up ده يكون شغال أو يكون Work لو نزلنا لـ Down نفس القصة هيبقى C D E الـ Probability ستتضرب في بعضها هتبقى O.8 Power 3 هيطلع لك O.512 وهنا هيتكون O.49 وبالتالي تقدر إن انت دلوقتي تطلع الـ Probability إن السيستم ده تكون شغال عن طريق إن انت بتجيب الـ Or ما بين الـ Up ما بين الـ Down زي ما احنا وضحنا في بداية السوائل فيبقى الـ Probability لو مثلا ندينا للـ System إنه يبقى Work يعني ولو احنا كنا بنتكلم يعني لو وضحناها كده مع بعض لو احنا كنا بنتكلم إن احنا بنجيب الـ Probability خوف الـ Up لو قلنا مثلا الـ Up Union Down طبعا طالما فيه Union يبقى أنت بتشوف أنا عجيب الـ Probability الـ Up زائد الـ Probability الـ Down ناقص الـ Intersection لأينا إن الحل دوت في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان هيكون حل صعب ماذا لو كان عندك هنا 4 events أو 5 أو 10 and 100 هتعمل إيه؟ كنت هتبطر تجيب الاحتمال الأول والتاني والتالت وبعد كده هتبطر تجيب تطرح منهم الـ Intersections المتشابهة وبعدين تزود الـ Intersections المتربطة ما بينهم هيكون موضوع كبير فقلنا في حل أسهل من كده هو إن إحنا طالما أنت عايز احتمال إن السيستم ده يكون شغال طيب لو أنا قدرت أجيب لك احتمال إن السيستم ده ما يكونش شغال يعني Not Works تقدر تجيب لي إنت احتمال إن السيستم يكون شغال إحنا قلنا طبعا إن دولة يعتبروا إيه؟ يعني 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 دولة 2 events يعتبروا بيكملوا بعض فلو أنا حصلت على واحد منهم قدر إن أنا أقول 1 negative الـ Event دوت هتطلع التاني فلاقينا إن إحنا ممكن نجيب احتمال إن السيستم دوت Not Works وبعدين نطرح الكلام ده من الواحد فنطلع احتمال إن يكون شغال وبالتالي عشان نجيب احتمال إنه ما يكونش شغال هو إيه؟ لو أنت عندك حكتين اتنين كده أو 3 أو 4 أي أن كان العدد مش هيفري معاك بقى كتير في الحالة دي أنت عايز تقول إن السيستم ده مش شغال يبقى أنت عايز تقول إن ده مش شغال AND ده مش شغال AND ده مش شغال يبقى أنت دلوقتي استخدمت الـ AND والـ AND هنا هتبقى أسهلك بكتير من الـ OR لأن الـ AND هي أنت بتضرب الـ ببعضها وخلاص زي ما عملنا هنا وزي ما عملنا هنا إنما الـ OR دي بتبقى مشكلة شوية إن إنت محتاج تجيب الـ رابلتي ده وده ونقص التقاطع وزائد لو هم تلاتة هيبقى زائد التقاطع بتاع التلاتة مع بعض فبتخش في موضوع أصعب شوية فإذا هيبقى إن أنا أقول إن ده مش شغال AND ده مش شغال الندام الشغال ده هيكون الحل الأسهل وهو ده اللي إحنا هنتبعه هنا يبقى إحنا لو قلنا إن احتمال إن يكون الـ مش شغال يبقى يبقى دلوقتي إحنا معنا احتمال إن الـ يكون شغال اللي هو 0.49 يبقى مجرد إن انت تطرح 0.49 من الواحد يطلع لك 0.51 وده هو احتمال إن الـ ما يكون شغال ويتدون نفس القصة ده احتمال إن اتدون يكون واركس أو يكون شغال لو طرحنا من الواحد عن طلع 0.499 8 8 0.488 ده معناه إن هو احتماله مش شغال لو ضربناهم في بعض الاتنين فبنطلع الـ probability إن السيسم ده عندي امتحان فيه ستة أسئلة أسئلة اختياري كل سؤال فيه أربع اختيارات كل الأربع اختيارات فيه منهم اختيار واحد صحيح السؤال كان In how many ways can a student take off one answer to each equations and get all the answers wrong إن انت هتعلم الطالب هيختار إجابة واحدة لكل سؤال من الستة ويطلع إجاباته كلها غلط بكم طريقة كنا ممكن نعمل الكلام ده ده طبعا كان السؤال الإجابة بتاعته كانت المفروض تكون إن انت علشان تقول أنا عايز أطلع عدد الإجابات الخاطئة كلها المختلفة طبعا فكنت المفروض إن انت تشوف هو في كل سؤال فيه كم إجابة خطأ فهتلاقي طبعا أنت هترد تقول ثلاثة لأن هما أربع إجابات لكل سؤال فيه منهم واحدة صح إذن فيه منهم ثلاثة خطأ يبقى لو انت اعتبرت إن الستة أسئلة في كل سؤال فيه ثلاث احتمالات أو ثلاث اختيارات لإجابة خاطئة يبقى انت كأنك بتقول السؤال الأول له ثلاث إجابات السؤال الثاني له ثلاث إجابات السؤال الثالث له ثلاث إجابات يبقى إنك بتستخدم الملتبليكيشن رول اللي احنا أخذناها في الكاونتينج تيكنيكس علشان خاطر نقدر نوصل للعدد الكلي يبقى كأنك بنضرب ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ست مرات هيبقى سريباور سيكس هيديني سيفن هندرد توينتي نايف طيب السؤال الثالث كان إن أنا عندي تو إفانس A و B التو إفانس A و B دولات هو أقل اللي هما اندبندنت طالما هو داني معطى إنه هما اندبندنت ده لازم أستفيد من المعطى ده والبرابيلتي of A equal O.2 والبرابيلتي of A intersection B equal O.06 determines the following problems كان طالب مني حاجتين الحاجة الأولانية هي البرابيلتي of A given B ما هو احتمال أو الكونديشنال البرابيلتي of A given B والكونديشنال البرابيلتي of B given A إحنا طبعا اتفقنا مع بعض لما تكلمنا على جزئية الاندبندنت إفانس قلنا طالما الـ A و الـ B هما اندبندنت إذن هما مش هيقصر قوي مش هيقصر خالص تمام مش هيقصر خالص الكونديشنال البرابيلتي في الموضوع يعني أنا والطالب اللي جنبي إحنا اندبندنت يعني أنا مش هاعتمد عليه ولا هو هيعتمد علي إذن احتمال نجاحي أو احتمال عدم نجاحي هو هيكون نفس النسبة بغض النظر عن إن اللي جنبي دوت مذاكر أو مش مذاكر طالما إحنا اندبندنت تمام فبالتالي البرابيلتي of A given B مفروض أنه هيساوي نفس البرابيلتي of A بدون أي تغيير والبرابيلتي of B given A المفروض أنه هيساوي البرابيلتي of B بدون أي تغيير ربصنا في المعطيات اللي عندنا حلا إن البرابيلتي of A موجودة وده هيجاوب لي على السؤال الأولاني مباشرة إن البرابيلتي of A given B هي هي البرابيلتي of A لأنهم اندبندنت وتساوي نفس القيم القصة هنا هتيجي فيه المطلوب التاني وهو إن البرابيلتي of B نفسها مش موجودة أصلا ولكن أنا عندي هنا البرابيلتي of intersection وطالما هم اندبندنت أنا كنت عرفت خلاص إن الانترسيكشن هو حاصل ضرب او احتمال إذا العبارة عن حاصل ضرب البرابيلتي of A اللي احنا عارفنا في البرابيلتي of B اللي احنا مش عارفنا فنقدر نجيب من خلالها البرابيلتي of B وكمان لو استخدمنا بتاع هنقدر إن احنا نقول إن البرابيلتي of A على البرابيلتي of A لواق given هيساوي 0.06 على 0.2 هيطلع لي 0.3 طيب بالسؤال الرابع can in how many ways can 3 boys and 4 girls sit in row طبعا هنا السؤال ده احنا اخدنا واحد شابه في المحاضرة مع اختلاف طبعا الأمثلة أو الأرقام ولكن الفكرة واحدة وهو إن انت عندك two groups بنسميها similar group similar group يعني عندي group او مجموعة من الولاد اللي هما three boys ما فيه عندي group أولاني الجروب الأولاني دوت فيه three boys فيه ثلاث أولاد تمام احنا دلوقتي مش منرقم الايه مش منرقم الاولاد تمام على قد ما احنا بنقولهم إنه دولت group ده كده group ده كده group رقم واحد والجروب الثاني فيه عندي four girls ده يبقى جروب رقم اثنين ده الجروب رقم اثنين فيه هنا four girls تمام اربعة واحد اثنين ثلاث اربعة السؤال هنا إن انت بكم طريقة تقدر توقف المجموعتين دولت وتشكلهم زي ما انت عايز وتطلع عليه توقفهم في صورة صف واحد يعني توقف كده مثلا على سبيل المثال يعني إن انت تجيب هنا تقول هوقف هنا دوت ولد وبعدين هوقف هنا مثلا بنت وبعدين هوقف ولد وهكذا وترتبهم بالمنظر ده تمام بغض النظر على إن الولد دوت مش مميز عن ده مش مميز عن ده والبنت دي مش مميز عن دي مش مميز عن دي احنا مهم إن واحد من الجروب دوت وواحد من الجروب دوت وهكذا فدي تعد طريقة دي تعد طريقة ممكن ارتب بها الناس واحد تاني يقول لا انا هوقف الولاد الاول هوقف كل الولاد الاول وبعد كده هوقف بعديهم البنات كلهم ورابعة بالمنظر ده فدي تبقى طريقة تاني وهكذا انا عايز اعرف عدد الطرق بقى المختلفة اللي ممكن تكون ايه اللي ممكن تكون موجودة عنده هي ايه فطبعا احنا اخدنا قعدة وهي الpermutation لـ similar groups كان بتقول ان انت تقدر تطلع الnumber of ways عن طريق استخدام ال definition ده وهو factorial n على factorial n1 factorial n2 طبعا ال n1 ده هو عدد العناصر اللي موجودة في الجروب الاولاني اللي هي هنا بتلاتة والn2 هي عدد العناصر اللي موجودة في الجروب التاني والn اللي هي مجموحهم يبقى يبقى 7 يبقى factorial 7 على factorial 3 factorial 4 مباشرة انت تطلع لك الايه عدد الطرق المختلفة لتقدر توقف بيها المجمواتين دولة او ترتبهم زي ما انت عايز طيب السؤال الخامس كان فيه عندي location of mobile عندي mobile device موجود في الهوم موجود في المنزل الموبايل دوت موجود في اوضة من اربع اوضة تمام او موجود في يعني له احتمالات ان يكون موجود في احد اربع اماكن الاحتمال الاولاني انت الموبايل ده منتش لاقيه يعني انت عاك موبايل في البيت ومش عارف ما موجود فين فلو رأيت بسيط بيقولك ان الاحتمال انه يكون موجود في الأدلت بيدروم هو 0.1 واحتمال انه يكون موجود في الاتشايلد بيدروم هو 0.2 واحتمال انه يكون موجود في الأوفيس هو 0.4 واحتمال انه يكون موجود في أي روم تانية غير الثلاثة دولة هو 0.3 طيب كلام جميل دي كده البرابلتز اللي موجودة عندي فيه المعطيات ايه المطلوب؟ المطلوب هو What is the probability that a mobile device is in a bedroom ما يحتمال ان يكون الموبايل ده موجود في البيتروم طيب انا لو جيت افكر في السؤال دوت هشوف ان فيه هنا عندي يعتبر بيترومز واحدة للأدالت للناس الكبار واحدة للأولاد احتمال ان يكون موجود في البيتروم ويكون موجود في ايا منهم يعني هنا او هنا طبعا او لما قلت او او قلت او كلمة او تترجم عندك على طول اليونيون او اتحاد يبقى انت كأنك بالزبط هتقول انا عايز اللي تكون موجود في الادالت بيتروم يبقى انا الار حولتها اليونيون للشايلد بيتروم طيب لو جيت اقول بتاعت اليونيون ده هتيجي ازاي فهتقول لي للأول زائد للتاني ناقص الانترسيكشن ما بينهم طبعا لو انا بصيت على ان ما فيش انترسيكشن يعني هي دي اوضة ودي اوضة هم يعتبروا ايه يعتبروا ديش جوينت وده معناه ان الانترسيكشن ما بينهم هيكون بيساوي فاي واحتماله هيكون بيساوي صفر فايزا انا مش محتاج ان انا اتعامل هما كده كانهم بالزبط ايه منفصلين عن بعض دي اوضة ودي اوضة وتانية خلص ازا لو مجرد ان انا بقول الادالت بيتروم وهو اللي موجود عندي هنا بأو بوينت وان زائد البرابيليت وف أو بوينت وو اللي هي خلاص مفيش ناقص انترسيكشن لانها هتوساوي صفر فهيساوي عندي أو بوينت تري طب السؤال التاني كان بيقول لي انها مش موجودة في البيتروم فده هيخليني ان انا اقول ايه انا عايز انا جبت من شوية احتمال ان يكون موجود في البيتروم طب لو انا عايز اجيب احتمال انه ما يكونش موجود في البيتروم فزي الكلام اللي احنا قلناه ما كنا منتكلم على وهو ان دي تعتبر او مكملة لاليفنت الاولانية اللي احنا جبناها في نمبر ايه فنقدر نقول مباشرة او بوينت ثري فنطلع او بوينت سيفن اللي هو يعتبر البرابيليتي ان اليفنت ده مش موجودة في البيتروم السؤال السادس كلمة كومبيوتر فيها حروف الحروف دي لها عدد وهما موجودين قدامنا انت تقدر تطلع منهم كام برميتيشنز مختلف طبعا لو انت عديت الحروف دي هتعرف ان الان عندك هنا والقاعدة بتاعت بتقول فكتوريا الان فخلاص مباشرة مجرد ما تعرف عدد الحروف تقدر تقول فكتوريا الان تطلع لك عدد الكلمات المختلفة اللي ممكن تكونها من الحروف دي وان انت كلمة الكلمات دي ممكن تبدلي يعني جيب الار مثلا مكان السي تجيب الاو في الاول وكذا ترتب الحروف دي هتطلع منهم حوالي اربعين الف تلتمائة وعشرين كلمة مختلفة اللي هي فكتوريا الات طيب السؤال السابع نفس السؤال اللي كنا قلنا قبل كده ولكن هنا المطلوب مختلف المطلوب يعني انا عايز بقى كل الاجابات المختلفة اللي ممكن تطلع عندي في الاختبار ده الصح والغلط وكل تمام فهما ستة اسئلة كل سؤال فيه اربع اختيارات خلاص بقت الموضوع بسيط اذا ان كل سؤال له اربع اختيارات مش هقول بقى تلاتة ولا هقول واحد لان انا عايز كل الخطأ والصواب وكله فاذا هيساوي 4 power 6 هيديني 4 thousand and 86 طيب تعالوا دي كتا الاسئلة اللي احنا اخدناها فيه الكويزس فيه السري جروبس اكيد كل واحد منكم هو عارف هو حل ايه فاكيد هو كل واحد منكم هيعرف ايه اللي حلو صح ايه اللي حلو غلط ارجو ان الناس بس تكون عارفت اللي حلو غلط يكون عارف الصح ايه ويكون فيهم هو ايه غلط فيهم بالزبط علشان ان شاء الله في امتحان المد ترم او في الاسئلة اللي جاية بعد كده نقدر ان احنا يعني نصحح الاخطاء بتاعتنا تعالوا نكمل ما بدأناه فيه الشابتر التاني احنا قطعنا فيه شوط كبير الحقيقة اه اللي هو كان تحت عنوان random variable اتكلمنا في البداية على discrete random variable بعد كده اتكلمنا على probability mass function واتكلمنا بعد كده على cumulative distribution كل ده كان بيتكلم على discrete random variable وبعدين اتدلنا نطلع المين والvariance والstandard deviation لل discrete random variable وبعدين بدأنا المرة اللي فاتت فيه ال continuous random variable واخدنا probability density function لازم نبقى عارفين المسميات وانفرق ما بينهم يعني لازم لما انا اكون بتكلم على probability mass function تعرف على طول ان انا بتكلم على discrete random variable مش على continuous random variable احنا فرقنا ما بين discrete والcontinuous وقلنا ان الcontinuous لابد انه يكون فيه interval لازم يكون فيه interval موجود فعدم موجود ال interval هيحولك على طول لل discrete بغض النظر على انه هيكون finite هو اهم حاجة عنده ان ما يكون بيحتوي على interval ما يكون فيه interval ما يقولك من 5 ل7 من 1 ل8 من 163 سنتي ل165 سنتي طالما حدد interval اذا اصبح على طول continuous انما لما يقول لك 100 150 اي اي ارقام طالما هي discrete وسواء كانت صحيحة كانت اهم حاجة يعني real numbers اي real numbers مفيش مشكلة خالص المهم ان هي ما تكون شي بتحتوي على interval لقى العكس احنا لازم يكون فيه عندنا interval عشان نقدر نقول ان ده كده ايه continuous random variable مفيش مفيش ال بتاع continuous اللي هو مسمى مختلف عن distribution بتاع discrete كان اسمه probability mass function انما هنا اسمه density function وان شاء الله هنشوف النهارده ان احنا هنطلع المين والvariance ل continuous وكمان نتكلم على joint probability distribution في جزء اخير من المحاطر فخلينا نبدأ في يعني نفتكر مع بعض كده ال continuous random variable وال probability density function فلو اخذنا مثال مثلا زي اللي احنا اخذنا في المرة اللي فاتت ونستعيد كده او يعني نراجعوا مع بعض قبل ما نتكلم بقى في حساب المين وحساب الvariance ل continuous random variable ده ففي البداية لو احنا كان عندنا مثال زي ده المثال ده بيتكلم على errors in reaction temperatures اللي هي بتتقاس بي السيليسيوس عايزين نطلع الر اللي موجود في المقياس بتاع درجة الحرار طيب في المعمل او في التجربة احنا عندنا continuous random variable اسمه x والcontinuous random variable اسمه x ده هو عنده probability density function يبقى على طول probability density function على طول انا عرفت انه هو كده continuous حتى لو ما كتب ليش انه continuous وبعدين probability density function هي عاملة ازاي ايه الشكل بتاعها بالشكل ده f equal هي base wise function متقسمة الجزئين الجزء التاني خلاص هو يعني ليس له قيمة بالنسبة لي وهو ان هي بتسوي صفر في اي حاجة تانية في اي حالة تانية غير حالة x square over three في الانترفال المحددة اللي هي من negative one لل two احنا اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت وان في حالة continuous انت كأنك بتستخدم بديل اللي كنت بتعمله كنت بتجيب البرابلتي بتاعت في ال discreet كنت بتعمل ايه كنت بتجيب البرابلتي بتاعت كل values لل random variable ده وتجمحهم مع بعض يطلع مجموحهم بواحد علشان انا هنا في حالة ال continuous عدد القيم في ال interval هتكون مال نهية مش احضر ان انا اجيب اتفقنا اللي بتكون البرابلتي بتاعت بصفر لان انت لو حددت لي البرابلتي لكل قيمة محددة اذا انت اصبحت discrete ما اصبحت continuous ال continuous بيتعامل مع interval وعشان كده هو مش هيقدر يتعامل مع submission يبقى علامة submission دي مش هتنفع معايا غير في حالة ال continuous بحالة discrete فقط في حالة ال continuous ال summation دي هتتقلبت معايا لانتجرال لتكامل الانتجرال او التكامل احنا اتفقنا ان ال definite integral لو انا عندي function ولتكون بالشكل ده وانا عايز اجيب المساحة تحت الفنكشن دي من النقطة A للنقطة B الانتجرال هو اللي هيجيب لي ال exact solution ان انا هقول تكامل من A لل B لل ده المطلوب الاولاني ان الفنكشن f of x is a density function ان هي فعلا distribution مزبوط اعمل ايه قال لي يبقى الانترفال بتاعتك اللي هي من سالب واحد لاثنين المفروض ان دي هتكون حدود التكامل بتاعي والفنكشن بتاعتي اللي هي x square over 3 المتغير بتاعي هو ال x يبقى كأني بعمل ايه يبقى كأني بجيب التكامل او definite integral لل x square over 3 dx منين لفين من negative 1 ل2 من سالب واحد لاثنين ده اللي انا هعمله هنا اهو واجهد definite integral شرحنا المرة اللي فاتت في المحاضرة وقلنا ان انت هتجيب التكامل عادي خالص هيبقى x square over يبقى تكامل x square هتبقى x cubed over 3 وعندك اصلا 3 موجودة عندي في المقام فهتبقى x square x cubed over 9 ده يكون التكامل بتاعي لان انت عندك اصلا فيه 1 على 3 والنتج بتاعك x تكاييب على 3 فكأنك بتقول x تكاييب على 9 3 في 3 ولكن ما بتقول بقى plus c زي ما كنا بنعمل في الاندفنت integral لا ده احنا هنا بنحط حدود التكامل بتاعتنا وبنقول من سالب 1 ل2 من سالب 1 ل2 وبنبتدي نعوض بي الـ 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 ناقص اللي هو السالب 1 فكأنك هتعوض هنا بالـ مكان الـ x ده كده التعويض بتاعت الـ 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 ناقص يبقى ده في القعدة بتاعتك اساسا السالب ده سابت ما بتغير وحتعوض بعد كده بين مكان الـ x بالـ هايبقى 1 over 3 over 9 negative 1 power 3 over 9 هتعوض بالكيم ده واتطلع الناتج في الآخر هيطلع لك equal 9 over 9 هيطلع equal 1 طبعا عشان ما نطلغبطش يبقى دايما الاقواس موجودة عندنا شايفين زي ما انا عامل كده دايما في الحل بتاعك استخدم الاقواس عشان ما تطلغبطش لان لو واحد انا طلغبط في الاشارة ديت وطلعت هنا دي بدل ما هتبقى بالموجة هكتبها بالسالب فممكن تلاقي النتج بتاعه وطلع 7 على 9 ويقول لا ده الاجابة ده غلط فانت عشان ما تطلغبطش يخلي كل اقواس على كل حاجة عندك الاقواس ديت هتساعدك كتير ان انت متلغبطش في الاشارة يبقى علشان انا اتشك ان دي برابلتي دينسيتي فانكشن يبقى هنا في حالة الكنتينيوز بعمل الانتجرال وبحط الفانكشن وبحط حدود الانترفل بتاعتي وبتأكد ان الانتجرال ده بيساوي واحد في حالة الدسكريت لا ده انا في حالة الدسكريت ده انا مجرد ان انا بجمع البرابلتي بعملهم سميشن وبلاقي مجموحهم بيساوي واحد طيب السؤال الثاني كان بيقول انا عايز البرابلتي للأكس greater than zero وreces than or equal one طيب احنا اتفعلنا برضو في المحاضرة اللي فاتت ان الاكول وعدم موجود الاكول ما بيفرقش معايا في حالة الكنتينيوز يعني انا المرة اللي فاتت قلنا ان لو كانت البرابلتي وادي الاكس وحطينا هنا greater than a وreces than b القيمة بتاعت البرابلتي دوت هتساوي نفس القيمة لو انا زودت هنا equal ولو انا زودت هنا equal يعني في كلتا الاحوال التلاتة هيصوى بعض او الاربعة احتمالات هيصوى بعض لان هو ما بيعترفش بقيمة البرابلتي عند نقطة محددة عند نقطة محددة اصبح دسكريت فهو بيعتعامل مع الانتربال من a لb فمن a لb خلاص هو هنا من a لb يبقى على طول التكامل بتاعك من a للb سواء كانت equal دي موجودة او غير موجودة هيها تبقى تكامل او definite integral من a لb يبقى دا تبقى تكون ثبتة معي هنا greater than 0 وreces than equal 1 زي ما اتفقنا هنا مفيش equal مش هتفرق معي هنا في equal مش هتفرق معي دايما الانتجرال بتاعه هيكون من 0 ل1 يبقى يبقى definite integral من 0 ل1 لنفس الفنكشن اللي هي x square over 3 هيكون نفس التكامل اللي هو executed over 9 ولكن هنا حدود التكامل هي اللي اختلفت كنا هنا بنتكلم من سالب 1 ل2 اللي هو كل المساحة او كل الانتربال بتاعتك اللي لازم تبقى احتمالتك وليها بواحد انما هنا بنتكلم على الجزء بس معين يبقى احنا التكامل بتاعي كله كان من سالب 2 لواحد تمام يعني كأن انت كده الفنكشن بتاعتك بالشكل ده وعلى سبيل المثال يعني طبعا دي الرسمة بالصحيحة يعني للفنكشن ولكن على سبيل المثال للشرح يعني وبدأنا من او نكملها بقى كده عشان نبدأ لتنين يبقى لو قلنا ان دي السلب واحد ده رقم السلب واحد قوت وده الاتنين فالمساحة دي كده المساحة دي كده لازم تطلع بواحد عشان نتأكد ان كده دي صحيح السؤال لنا دلوقتي بيقولك لا ده انا مش عايز المساحة دي كلها ده انا عايز المساحة بس من صفر الواحد يبقى من صفر لواحد ادي الواحد يبقى الجزء ده الجزء ده جزء ده كده هو عايز المساحة دي كده الجزء ده الجزء ده بقى مساحته قد ايه هو ده اللي انا بجوه دلوقتي فانا ما اجيب الانتجرال وبعدنا عوض بال اللي هو الواحد ناقص اللي هو اللي هو صفر هيطلع معي 1 over 9 last 0 over 9 هيطلع 1 over 9 يبقى المساحة دي كده الواحد بواحد على 9 انما كله من اول سالب 1 ل2 بواحد طيب تعالوا بقى نتكلم في الجزء اللي بعد كده يبقى احنا دلوقتي عرفنا 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 ان بتاعه اسمه probability density function وعشان اتأكد ان هي صح اجيب الانتجرال للانترفال اللي نطلع بواحد ولو اي probability الطلب مني بجيب definite integral للانترفال المطلوبة وبحط الفنكشن وبجيب التكامل بتاعه طيب هنتكلم بعد كده على cumulative distribution function احنا اتكلمنا على cumulative distribution function في حالة discrete قبل كده تمام وقلنا ان في حالة discrete كريد cumulative كتبتعمل ايه كتبتجيب البربوليتي عند value المعينة اللي انت بتسأل عليها وكل ما هو اقل من value دي وشبهنا المثال دوت ان انت كنت كطالب داخل في الكلية فانت لسه في الترم الاول في السنة الاولى فلما بتيجي تقول انا عايز cumulative فبتلاقي ان cumulative بتاعك هو نفس التقدير اللي انت بتجيبه ولكن لما بتتنقل بعد كده لسنة تانية وسنة تالتة بتلاقي ان cumulative يتغير عن تأدير السنة بتاعتك اللي انت فيها لانه هو بيعتمد على كل اللي فات من اول لما دخلت الكلية لغاية السنة اللي انت واقف فيها نفس القصة هنا وهو ان في حالة descreed كنت بنجيب cumulative وليكن مثلا كان يبقى التبل بتاعنا في ثلاث كيام مثلا وليكن 0 و1 و2 وكان هنا في حالة الموضوع مختلف لان انا ما عنديش قيم كده بقدر ان انا اجيب البرابوليتي هنا وجمع على قبل واكس وما هعمل ايه قال لي اللي هيحصل هنا هو استخدام الانتجرال برضو بدل السميشن ولكن استخدام الانتجرال هنا هيكون بطريقة مختلفة شوية مش زي البرابوليتي دين سيدي فانكشن لما كان بيجيب البرابوليتي او بيجيب الانتجرال من اقل حاجة عنده في الانترفل لا اعلى حاجة عنده في الانترفل لا ده هنا هو هيبدأ من عند النقطة اللي انت بتسأله عنها ولتكن هي الـ x small d ده اللي انت بتسأله عنها في الفانكشن وحييروح لغاية اقل لقيمة عنده في الانترفل اللي موجودة عنده الاعتبر ان الانترفل من سالب ما لا نهاية فلو انا قلتول انا عايز الـ cumulative distribution function عند النقطة x فحيبدأ من عند الـ x يحطها في البر limit وينهي عند السالب ما لا نهاية لو اعتبرنا ان الانترفل بتاعتك زي المثال اللي فات كانت من سلب واحد والإكس بتاعتك كانت أكبر حاجة فيها عند الاتنين فلو أنا قلت لك أنا عايز الكوميوليتف ديستريبيوشن عند اللي وليكن مثلاً الصفر فهتقول لي خلاص يبقى أنت عتبدأ في الأبر لمت من الصفر وتنهي عند أقل قيمة عندك في الانتيرفل اللي هي هنا هتبقى السالب واحد يبقى هناك هتجيب التكامل من صفر لسلب واحد تمام؟ أو من سلب واحد للصفر ولو سألتك عند الكوميوليتف عند الواحد هتقول لي بكام يبقى هتجيب الانتيرفل من أول الأقل قيمة عندك اللي هي السالب واحد لغاية الواحد وهكذا يبقى القعدة العامة بتاعتي إن أنا كأني بجيب برضو البرابلتي لكل القيم من أول الـ X وما أقل منها ولكن بجيبها عن طريق استخدام الانتيرفل وليس الـ Summation ومن هنا طالما الفونكشن بتاعتك كانت مكتوبة بالـ X وإنت هتجيب هنا هتعود بالـ Upper Limit بالـ X فيفضل إن أنت تغير الرمز بتاعك من X تخليه U تخليه Z تخليه L تخليه أي رمز تاني بحيث إن أنت لما تيجي تعود بعد كده تعود مكان الـ U دي بالـ X أو تعود مكان الـ L دي بالـ X زي ما هنشوف الأمثلة دلوقتي طيب أنا عندي دلوقتي كمان حاجة أقدر إن أنا أستفيد منها وهي إن أنت لو كان معاك العكس لو كان معاك الـ Cumulative Distribution Function اللي هي الـ F capital of X واتطلب منك إن أنت تطلع الـ Burability Density Function اللي هي الـ F small of X طبعا أنا لما كنت بجيب هنا الـ Cumulative من الـ Burability Density كنت بأعمل تكامل صح؟ هنا هتلاقي إن أنت عايز تعمل العمليات العكسية زي ما أخدنا في الـ Calculus قبل كده إن هما يعتبروا إيه؟ آه يعتبروا الـ 2 Anti-Driftive يعني التكامل كنت أقوله عليه Anti-Driftive يبقى هو هيلغي إيه؟ هيلغي التفاضل اللي موجود يبقى علشان أنا أوجد الـ Burability Density Function باستخدام Cumulative Distribution Function يبقى أنا محتاجة أجيب إيه؟ أو أعمل هنا التفاضل أو الـ Driftive وطبعاً يعني في حالة أن التفاضل ده موجود يعني تمام؟ لو قدرنا إن إحنا نوجد التفاضل كده إحنا قدرنا نوجد الإيه؟ الـ Burability Density Function طيب كمان حاجة بقدر أستفيد منها من الـ Cumulative Distribution Function يبقى الحاجة الأولانية إن إنت لو معاك الـ Cumulative Distribution وجبت التفاضل لها هتطلع على الـ Burability Density Function ولو معاك الـ Burability Density Function وجبت التكامل لها هتطلع على الـ Burability هتطلع على الـ Cumulative Distribution طيب لو معايا الـ Cumulative Distribution وعايز أجيب Burability لقيم زي ما كنا بنعمل من شوية عايز Burability من X Greater than A وليس الآن B كنت بتعمل إيه من شوية؟ كنت بتقول أنا هجيب التكامل من الـ A للـ B للـ F of X اللي هي الـ Density Function Dx وبتطلع على القيمة بتاعته هنا لو أنت عندك الـ Cumulative Distribution Function مباشرة بمجرد أن أنت تعود بالقيمة أو الـ Upper Limit ناقص الـ Lower Limit لأنه الـ Cumulative Function هي عملت خلاص عملت مرحلة التكامل دي فتبقى عندك بس مرحلة التعويض أن أنت تعود بالـ Upper Limit ناقص بالـ Lower Limit هو ده اللي يبقى إيه بقي عندك يبقى أنا دلوقتي لو معايا الـ Cumulative Distribution ويطلب مني معين أقدر أن أجيبه مباشرة عن طريق أن أعود بالـ Upper Limit ناقص بالـ Lower Limit أطلع على طول الـ I بدون ما أرجع أعمل التكامل مرة تاني يعني بدون ما أروح أجيب الـ Density Function وأعمل التكامل مرة مرة تاني تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده على نفس المثال اللي احنا أخذناه من شوية مع بعض عايزين بقى دلوقتي نحسب الـ Cumulative Distribution Function لها الـ F Capital of X وبعد ما نطلع الـ Cumulative Distribution Function دي عايزين نستخدمها علشان نوجد الـ Probability ده يبقى الحاجتين اللي احنا تكلمنا فيهم من شوية أول حاجة أنا عايز الأول أوجد الـ Cumulative Distribution Function لها الـ F Capital of X بعد كده عايز أوجد الـ Probability بتاعة الـ X Greater Than 0 Let's X Equal 1 ودي نفس الفنكشن اللي احنا أخذناها في المثال اللي فات وهي الـ Probability Density Function X square over 3 في الـ Interval من Negative 1 للـ 2 طيب الكلام ده احنا هعمله ازاي قال لي أول حاجة أنا عايز أوجد الـ Cumulative Distribution Function يبقى أنا الأول أجيب التكامل بتاعي من أول الأقل قيمة عندي يسلم بالنهاية لغاية الـ X هقف عند الـ X للفنكشن بتاعة اللي هي كانت X square over 3 أنا هحولها هنا U square over 3 وحولت المتغير يعني بدل X خلته U زي ما أنا قلتلك خليه U خليه L خليه Z أي رمز تاني غير X عشان لما نيجي نعود بالقبر لمت نبقى الموضوع ما يبقاش فيه لغبطة يعني بتعود X مكان X يعني تمام طيب هنا لما نيجي نسأل بعض هو انت ليه قلت سالب ما لنهاية أنا الانترفال بتاعتي من سالب 1 ل2 آه يبقى إذن هنا احنا محتاجين ان احنا فعلا نغير السالب ما لنهاية دي نخليها سالب 1 لأن الانترفال بتاعتي أقل حاجة فيها هي السالب 1 طيب لو انا بدأت من السالب ما لنهاية اللي كل البرابلتز اللي من اول السالب 1 من بعده بقى من بعد السالب 1 لغاية السالب ما لنهاية كلها بصفار تمام وده معناه ان هي مش هيبقى لها قيمة عندك فانت لازم تبدأ من اقل قيمة عندك في الانترفال اللي هي هنا تعتبر السالب 1 يبقى التكامل بتاع يبدأ من عند السالب 1 لغاية الـ x لنفس الفانكشن ولكن انا غيرت بس الـ x خليتها u طب نجيب التكامل لما تجيب التكامل هتبقى u power 3 over 9 والانترفال بتاعتي هتكون من سالب 1 لx هنعوض بالقبر المت اللي هو الـ x مكان الـ u يبقى انا هتشير كل u تحط مكان x هيبقى x cubed over 9 نقص 9 هيطلع لك هنا x cubed over 9 وهنا هيبقى negative 1 over 9 في هنا negative هيبقى plus 1 over 9 هيطلع لك x cubed plus 1 over 9 اللي انت جبته دوت او الناتج اللي طلع عندك ده هو دوت cumulative distribution function تمام يبقى اول حاجة احنا قلنا هنجيب تكامل من اقل قيمة لغاية الـ x وبعد كده حطنا اقل قيمة عندي اللي هي السلب 1 لغاية الـ x في الانتربال طبعا اللي عندي في السؤال طلع في الاخر x cubed plus 1 over 9 هي ديت cumulative distribution function اللي هي f capital of x يبقى cumulative distribution function اقدر اكتبها بالشكل ده اقدر اقول ان في الانتربال اللي انت سألتني عنها واللي انت اديت هاني في السؤال اللي هي كانت من سلب 1 ل2 كانت بتساوي x cubed plus 1 اقل من السالب 1 زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي ما قلت لك من سالب 1 لغاية سالب ما لنهاية كل ده هيبقى بالصفار يبقى اي قيمة هتكون اقل من السالب 1 هتبقى بكام هتبقى بصفر نعم لو روحت بعد كده الناحية التانية اللي هتكون اكبر من او تساوي الاثنين في الانتربال دي اللي هتساوي 1 برضو لان احنا خلاص احنا وصلنا ل الماكسموم تمام فيعني كأنك انت ماشي كده وانشوف دلوقتي الرسمة بتاعتها ها زي الرسمة دي كده شايفين الجراف ده انت من اول السالب 1 تمام لغاية الاثنين انت كده خلاص انت وصلت كده لعند الابرابلتي بتساوي 1 هل الابرابلتي تقدر تزيد عن الواحد لا يبقى هتنينها بايه هتنينها بواحد لأي انتربال او لأي رقم بعد الاتنين والسبب في كده ان كل الابرابلتي اللي اكبر من الاتنين بتساوي صفر فكلما بتجمع صفر زائد واحد صفر زائد واحد صفر زائد واحد بالتنينها عند السلب واحد كنت تبادئ من عند الصفر فاللي قبله كل برابلتي اصدعته بصفر كان نجلوه صفر زائد صفر صفر زائد صفر مرضو عاي تنينها بصفر عاي تنينها زي ما هي بصفر مش هتتغيق وده عاي يكون شكل اللي هو احنا حسبناه بيوساوي طيب لو احنا استخدمنا بقى دي علشان نوجد المطلوب المرة تانية انت مجرد ما هتعود في القاعدة اللي هي هتبقى البرابلتي او الكوميليتيف فانكشن عند النقطة الاولى اللي هي الواحد ناقص الكوميليتيف فانكشن عند النقطة التانية اللي هي الصفر تمام فهتقول هنا f of one negative f of zero مجرد ان انت تروح هنا في الكوميليتيف فانكشن وتشيل كل اكس وتحط مكانها واحد وتشيل كل اكس وتحط مكانها صفر هيطلع لك one plus one over nine يبقى ادي التعويضة الاولانية اللي هي تعتبر f of one وزيرو plus one over nine اللي هي one over nine ادي التعويضة التانية اللي هي f of zero يبقى تطرحوا من بعض يطلع لك one over nine يبقى هي اديت الابرابلتي وده احنا كنا حسبنا قبل كده باستخدام الابرابلتي دينسيتي فانكشن وطلعنا برضو بواحد على تسعة بنفس بنفس يبقى استخدمنا بالطريقة دي استخدمنا بالطريقة دي اللي هيطلعوا لي نفس القيمة لان الطريقتين هيكونوا صحة طيب هنتنقل لي الجزء بقى اللي باقي في الحتة دي في الكونتينوز وهو المين والفاريونس والستاندرد فييشن طبعا اللي هو يعتبر الاسكوير روت للفاريونس بمجرد ان انت جبت الفاريونس تجيب الجزر التربيعي يبقى معاك الستاندرد فييشن لولا الحراف المعياري كمان في البداية احنا كنا تكلمنا في جزئية الدسكريت وقلنا ان المين بتجيبه ازاي قلنا بنجيب السمميشن لكل فاليو مضروبة في البرابلتي بتاعتها يعني انت بتضرب كل اكس في البرابلتي بتاعتها بتجمع القيم دي بتطلع الexpected value الexpected value اللي احنا بنقول عليها المين يبقى المين هو هو الexpected value بتكتب ميو او بتكتب اي اوف اكس اكس في حالة الكنتينيوز بقى ايه اللي هيحصل في حالة الكنتينيوز هيتحول السمميشن لانتجرال هيتحول لتكامل ويصبح التكامل بتاعك من اقل قيمة عندك في الانترفل لأعلى قيمة عندك في الانترفل دايما انا او دايما انا هتلاقي الكتب كتبها من سليم ما لا نهاية لمجمالة نهاية على اعتبار ان الانترفل بتاعته هي ال Real Number كلها انما طبعا انت في اي سؤال بتشوف الانترفل بتاعتك من كام لكم وبتحط الكيم بتاعت الانترفل بتاعتك يعني ما بتسيبهاش كده دي القعدة العامة انت بتعمل لها في السؤال بتاعك بتشيل السليم ما لا نهاية والمجملة نهاية إذا كانوا يعني حيتشغلوا إذا كانت الانترفال بتاعتك في السؤال هي الريال نمبر حتى نها كده مجملة نهاية وسالب ما لا نهاية إذا كانت الانترفال بتاعتك من سالب واحد لاثنين حيتتغير هتبقى من سالب واحد لاثنين وهنا برضو هنضرب كل اكس في البرابلتي بتاعتها ونجيب التكامل يبقى الفرق بس هو إن السميشن اتحولت ليه انتجرال وده اللي احنا اتفقنا عليه إن السميشن أو تعوض بالانتجرال في حالة الكونتينيوز بالنسبة للفاريانس احنا كنا برضو أخدنا قعدة وقلنا إن احنا في حالة الدسكريت نقدر نجيب الـ X-Square ناقص الـ X-Square للـ X-All Square هنا نفس القعدة بالضبط تقدر تجيبها اللي هي الـ X-Square ناقص الـ X-Square الـ X-Square X-All Square وقلنا إن الـ Variance دوت هو Value بتئيس مدى الـ Dispression اللي موجود مقدار التشتت اللي موجود ما بين الـ Values ما بين المين أو المتوسط اللي موجود عندي فكأنه بيطرح كل Value ناقص المتوسط وبيربع الـ Value دي بتربع في الـ Probability وبيجمع ده اللي كان بيحصل في الـ Discript هنا برضو نفس القصة بس بيجيب الـ Integral أو التكامل والكلام دوت لو احنا فكينا أو وزعنا الموضوع ده هنتقدر نطلعها في صورة جزئيتين الجزء الأولاني اللي هو يمثل Expected Value في X-Square اللي هو أنت بدل ما تقول تكامل X في الـ F of X بل خلتها X-Square في الـ F of X زي ما كنت بتقول بدل ما بتقول Submission X في الـ F of X كنت بتقول Submission X-Square في الـ F of X يبقى هتحط هنا بدل الـ X X-Square اللي هيحصل إن انت بدل ما هيطلع عندك E of X هيطلع عندك ناقص الميو سكوير الميو اللي هي A of X ما هي A of X دي هي الميو يبقى الميو سكوير يبقى احنا هنطبق نفس القاعدة اللي احنا عارفينها في حالة الـ Discreet هتطبق في حالة الـ Continuous ولكن مع اختلاف إن احنا هنشيل Submission ونحط الـ Integral نحط التكامل للـ Standard Defeation طبعا زي ما قلنا هو Sigma طبعا Sigma Square هي V of X اللي هي Variance يبقى هتبقى السيجما بس هي دي الـ Standard Defeation اللي هو هتطبر الجزر التربيعي للـ Value اللي انت هتجيبه طيب تعالوا ناخد نفس المثال ونطلع منه الـ Expected Value والـ Variance والـ Standard Defeation الثلاثة حاجات اللي احنا اتكلمنا عنه احنا معانا دلوقتي الـ Probability Density Function اللي هي الـ F of X اللي هي دي والـ Interval بتاعتها اللي هي دي من سالب واحد لاثنين علشان اطلع الـ Expected Value U of X هعمل ايه هجيب التكامل من اقل قيمة لاعلى قيمة للـ Function F of X طب فين هنا اقل قيمة وفين هنا اعلى قيمة تمام طبعا لو انتم موجودين معايا دلوقتي وبتجاوبوا معايا هتقولولي اقل قيمة عندك هي السالب واحد واعلى قيمة عندك هي الـ 2 اللي موجودين عندي في الـ Interval ده كلام صحيح ان السالب ملا نهاية هيتحط مكانها السالب واحد والـ 2 هيتحط مكانها مكان الـ Infinity فحيصبح الـ Interval بتاعي من Negative 1 لـ 2 الحاجة التانية وهو ان الـ X مضروبة في الفونكشن بتاعتك تمام ممكن هنا دي نقصة X يعني هنزودها كده دي نقصة هنا ايه X X في الـ F of X تمام فهنا هنقول ايه X في الـ F of X F of X في الـ X في الـ F of X يبقى انك بتجيب الفونكشن F of X وتضربها في X فهتبقى X cubed over 3 يبقى انت بتجيب دلوقتي تكامل او Integral او Definite Integral لـ X cubed over 3 من Negative 1 لـ 2 DX بالنسبة للمتغير X فالـ X cubed تكاملها بـ X power 4 over 4 لازم يبقى عندك يعني الـ Basis الاساسية من التكامل يعني انا مش هختبرك في التكامل يعني مش هجيب لك سؤال في تكامل by parts تكامل by substitution وحاجات معقدة لا انا عايز انا عايز اختبرك بس في الجزئية بتاعة البربوليتي والستيستيكس اللي احنا بنتكلم فيها اساس موضوعنا بس ده لا يمنع ان انت لازم تكون عارف اساسيات التكامل اللي انت اخدتها في الترم اللي فات او في المادة الـ Calculus فانا الـ X التكائيب طبعا من التكاملات السهلة يعني او البولونوميا العامة التكاملات هتكون بسيطة فهتبقى X power 4 over 4 طبعا over 4 دي في عندك اصلا سري في المقام فهيبقى X power 4 over 12 والانتجرال بتاعتي زي ما احنا قلنا من سالب 1 ل2 يبقى انت هتتطر تعود بالـ Upper Limit اللي هو الـ 2 مكان الـ X يبقى 2 power 4 over 12 negative هتعود بعد كده بالـ negative 1 مكان الـ X يبقى negative 1 over 4 over 12 power 4 over 12 هتطرح طبعا الكلام ده من بعضه هيطلع لك هنا 16 على 12 ناقص 1 على 12 هيطلع لك 15 على 12 يبقى 15 over 12 هو ده الـ Expected Value او الميو تمام هو ده الميو او الـ Expected Value اللي احنا كنا طلبينه في المطلوب الاولين طيب هنطلب هنخش دلوقتي على المطلوب التاني وهو V of X او Variance تمام طيب عشان نحسب الـ Variance يبقى اتفقنا مع بعض ان حساب الـ Variance او V of X هيتطلب مني ان انا يكون معايا حاجتين الحاجة الاولانية هي الـ Expected Value of X square والحاجة التانية هي الـ Expected Value of X ان انا بقول Expected Value of X square negative او ناقص Expected Value of X all square قاعدة قدامي ايه انا طبعا حسبت من شوية الـ Expected Value of X جبتها في السلايد اللي فاتت مطلوب دلوقتي ان انا جيب الـ Expected Value of X square كل الفرق هنا ان انا لما باجي جيب الـ Integral او التكامل بضرب الفنكشن اللي عندي اللي هي X square over 3 بضربها في X square تمام وهنا هيكون X power 4 over 3 التكامل بتاعها هيكون X power 5 over 15 طبعا X power 5 over 5 لما تتضرب فيه التلاتة اللي موجودة في المقام هيبقى X power 5 over 15 و Definite Integral بتاعتها هتكون من سالب 1 ل2 هنعوض بال2 هيبقى 2 power 5 over 15 negative هنعوض بالسالب 1 هيبقى negative 1 over 5 over 15 هيطلع لي 33 over 15 ده يكون كده Expected Value of X square محج تطلبت ويفكر انه كده حسب variance لأ انت كده حسب Expected Value of X square فقط مطالب منك ان انت تعود بها هنا وتطرح منها Expected Value of X all square يبقى احنا بقى معنا Expected Value of X والExpected Value of X square من هنا هنقدر نطلع Expected Value of X square negative Expected Value of X فهيبقى 63415 negative 15 over 12 all square هيطلع لي 0.6 375 ده اللي احنا جبناه هو variance لو انت عايز تجيب standard deviation ما عليك ان انت بتجيب فقط الجزر التربيعي تمام ايبقى هتجيب الجزر التربيعي للقيمة بتاعت variance هتطلع standard deviation اللي هي sigma طيب ده كان ايجاد mean و variance للcontinuous random variable تيل بقى الجزء الاخير من محاضرة النهاردة وهو بداية تكملة لموضوع random variable اللي احنا بدأناه وهو joint probability distribution هنا الفكرة هو ماذا لو انت كنت بتتعامل مع اكتر من random variable يعني انت في كل اللي احنا اخدناه قبل كده كنت بتتعامل مع random variable واحد سواء كنت بتسميه x بتسميه y بتسميه z هو كنت بتتعامل في المثال او في المسألة بتاعتك او في experiment بتاعتك بrandom variable واحد بس هنا احنا عايزين نتعامل مع اكثر من random variable ولي يكون ان احنا عندنا two random variables هما x و y وال probability distribution بتاعتهم هتعرف ازاي اللي هنسميها joint probability distribution يبقى كلمة joint هنا جد علشان تعرفني ان انت عندك في distribution دوت اكتر من random variable ما هوش random variable ايه ما هوش random variable واحد لا ده انت عندك هنا اتنين random variable ثري random variable زي ما هيكون عندي في المسال طبعا احنا هنتعامل مع two random variables وحنبدأ بالdiscreet random variable يبقى لو احنا عندنا two discrete random variables وسميناهم x and y يبقى x and y هم عبارة عن are discrete random variables طيب هنقدر نطلع منهم joint probability distribution هنسميها joint probability mass function طبعا احنا كنا قبل كده لما كنا بنتعامل مع random variable 1 وdiscreet كنا بنقول عندنا probability mass function ولما كنا بنتعامل مع random variable 1 بس continuous كنا بنقول probability density function لما نتعامل مع two random variables الاثنين discrete هنقول joint probability mass function او لما نتعامل مع random variables هنقول joint probability density function تمام يبقى المسميات دي مهمة جدا نبقى فاهمينها بس وعارفين هو كل مسمى لإيه بالظبط يبقى joint probability mass function خلاص كده انا عرفت من الاول لما هبص على الجملة دي اللي مكونا من اربع كلمات joint probability mass function عرفت على طول ان انا كده هتكلم على function تمثل distribution لي طالما كلمة mass يبقى ازا هو يبقى ازا هو discrete وطالما joint يبقى ازا هو اكتر من random variable واحد تمام لو اعتبرنا ان discrete random variables اللي موجودين عندي هما x و y ويبقى ازا الشكل بتاعها يبقى ازاي او الكتاب بتاعها تبقى ازاي اللي هتكتب بالشكل ده احنا كنا بنقول على طول قبل كده f of x على اعتبار ان ال random variable بتاع اسم x او f y انما هنا لأ هنقول f x و y و علي كاتب كده تحت و يمثل اسماء ال random variables اللي عندي وال x small و y small بيمثل ال values بتاعة ال random variables دي تمام احنا اتفقنا ان كل random variable يفضل تكتب اسم ال random variable يعني حرف capital زي x capital زي y capital كده وال values اللي هتكون داخل ال random variable ده مش ال random variable ده عبارة عن function الفunction ديت بتassign values للا outcomes اللي موجود فال values كنا بنسميها x small x small one x small two وهكذا ودي كنا عندنا values y one y two and so on يبقى اذا x small تمثل values بتاعة random variable x وال y small تمثل values ال random variable y وال x y هما اسماء المسميات ال random variables discrete اللي موجودين عندي لابد ان هي تستسفاي ايه بقى احنا لما كنا بنتكلم على random variable 1 كنا قلنا لازم f x تكون greater than or equal 0 و وال summation بتاعة f of x لازم تطلع بكيان بواحد ده دي كات حاجات لازم تكون موجود تمام هنا نفس القصة بالزبط ولكن الموضوع اصبح اكتر من متغير بقى اكتر من random variable اكتر من متغير عشوائي موجود عندي وبالتالي انا محتاج ان انا اتعامل معاها بطريقة مختلفة ان اللي هي فيها ال x وال y كل قيمة فيها لابد ان تكون اكبر من او تساوي الصفر ولما تيجي تجيب ال summation انت هتجيب double summation لان عندك summation لل y وعندك summation لل x باك انك بتجمع summation لل y وبعدين تجمع summation على x او العكس مش هتفرق كتير المهم في النهاية هيطلع المجموع بتاع ال اسألك بقى على زي ما كنت بقولك انا عايز الف فكنت بتروح تجيب البرابيل لل x اللي هو ال random variable اللي انا بسألك عنها دي ال هي x دي هنا بقى يبقى الموضوع ان انا هاسألك على x و y مش x بس تمام وبعد كده ممكن اسألك على x بس و y بس زي ما هنشوف مع بعض ولكن في البداية انا ممكن اسألك على x و y تمام يبقى انت محتاج تجيب البرابيل لما المرتغير العشوائي اللي اسمه x يساوي value x small و random variable capital y يساوي value small y تمام شوف الكلام دوت بمثال علشان الدنيا اوضح شوية بالنسبة مثال بسيط جدا وهو ان احنا عندنا coin عندنا عملة والعملة احنا اتفقنا اللي بيكون لها وجهين وجه هو head والواجه التاني هو tail تمام يبقى h or t دي الcoin والcoin دي هنرميها مرتين وبعد ما نرميها مرتين احنا عارفين ان الاحتمالات اللي هتطلع منها هي head 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 t او tail head او tail tail يعني h h h t المطلوب المطلوب هو calculated joint probability mass function of the discrete random variables x and y يبقى عندي كام random variable دلوقتي عندي two random variables وواحد اسمه x وواحد اسم y x capital وواي capital where ان ال x يبقى المتغير العشوائي الاول هو ال x هو بيدنوت number of heads appear يبقى انت ال x دوت هو function وظيفته هو انه يعد عدد ال heads اللي هتظهر يبقى لما يجي في الاوت coms اللي هتظهر في ال s حيروح عند ال head يشوف فيه كام head اتنين يبقى يديله رقم اتنين فيه كام head واحد يبقى يديله رقم واحد فيه كام head مفيش يبقى صفر نفس الموضوع مع ال y بس ال y بيدونوت the number of tails اللي موجود فال y بيعد ال tails وال x بتعد ال head تمام يبقى لو عملنا ال s طلعنا ال s وهي sumble space اللي فيها كل ال outcomes اللي هيعتبى h h t t h t زي ما اتفقنا مع بعض من شوية هيصبح القيم او ال values بتاعت المتغير العشوائي x هي عبارة عن 2 هنا طبعا لل outcome الاولاني لان هيعد عدد ال heads فيقول 1 2 هنا 1 هنا 1 هنا مفيش يبقى صفر وال y هيبقى العكس هيعد هنا عدد ال tails مش هيلاقي يبقى صفر هنا هيلاقي واحد هنا هيلاقي واحد هنا مش هيلاقي اتنين يبقى اتنين تمام يبقى اصبح x low values اللي هي صفر واحد اتنين واصبح ال y لها values اللي هي صفر واحد اتنين لما بنيجي بقى نكتب ال joint بنعمل جدول زي اللي ظهر قدامنا ده تمام الجدول دوت مختلف شوية عن ال table اللي انت كنت بتعمله في استخدام random variable واحد بس لما كنت بتستخدم random variable واحد بس كنت بتعمل table كده وبتكتب في الكلوم الاولاني ال x small قيم ال x values بتاعت random variable وتحت بتكتب probability بتاعت ال values دي تمام فكنت بتكتب هنا كده صفر وواحد واثنين وتبتدي بعد كده تشوف هو الصفر دوت ال probability بتاعته كام والواحد ده كام والاثنين ده كام وتعمل جدول بالشكل ده دوت في حالة لما يكون random variable واحد بس في حالة لما يكون عندك اكتر من random variable زي المثال ده اتنين random variable هما x و y فايصبح فيه عندك values لل x و values لل y كام مش لازم يبقوا زي بعض يعني هنا على سبيل الصدفة في المثال ان هنا طلعوا 012 وهنا طلعوا 012 ولكن انا مش مش شرط انه يطلعوا نفس القيم انا اهم حاجة عندي ان انا بقسم ال table بتاعي لجزئين الجزء الاولان شايفين السلد انا مقسم ها الجزئين ال x هتكون هي ال colombs بتاعتي الاعمدة بتاعتي يبقى رؤوس الاعمدة ال colombs ديت هتكون هي ال values بتاعت ال x اللي هي ايه بقى اللي هي 0 و 1 و 2 يعني الصفر وال 1 وال 2 و ال rose او الصفوف بتاعتي هتكون ال filz بتاعتها هي ال values بتاعت ال y اللي هي 0 برضو و 1 و 2 يعني ماليش دعوة بال x خالص انا ببص على ال values بتاعت ال y هم اطلعوا اهم هم ايش مشكلة بقى يبقى 0 و 1 و 2 و من هنا ببتدى اشوف بعمل كده عملية 0 مع 2 لما كانت ال x ب 2 وال y ب 0 كانت ظهرت الموضوع ده كام مرة تمام من اصل المرات اللي عندك كلها هتلاقي ان الصف x ب 2 و y ب 0 دي ما ظهرتش غير مرة واحدة بس من اصل اربع احتمالات او اربع اوتكمز موجودين عندي فهتلاقي ان انت في الجدول بتاعك لما كانت ال x ب 2 وكانت ال y و y ب 0 هي ظهرت مرة واحدة بس من اصل اربع اربع اوتكمز موجودين عندي يبقى احتمالها هتكون 1 على 4 طب انت فوتت كده حاجات يعني طب الصفر مع الصفر اديها كام قال لي صفر طب ليه صفر قال لي لانها ما جاتش خالص في التجربة بتاعتي هل هنا في عندك صفر في x وصفر في y لا مش هتلاقي يبقى احتمالها كام صفر هي مستحيلة الحدوث وهنا ال 1 في ال x مع الصفر في ال y كام قال لي صفر برضو لان بص كده مفيش 1 في ال x مع صفر في ال y مفيش يبقى برضو مستحيلة الحدوث يبقى صفر يبقى احتمالها بصفر تعالي ننزل للصف اللي بعده صفر مع ال x و 1 مع ال y 1 مع ال y و صفر مع ال x برضو مش هتلاقي نفس الكز و 1 مع ال x و 1 مع ال y 1 مع ال x و 1 مع ال y يبقى ايه قال لي هتلاقي موجودة 1 مع ال x و 1 مع ال y ادي مرة و 1 مع ال x و 1 ادي مرة كمان يبقى ظهرت مرتين يبقى احتمالها كام 2 على 4 انما 2 مع ال x و 1 مع ال y مش هتلاقي موجودة خالص يبقى برضو صفر. شايفين يا جماعة الجدول ده تتكون ازاي? لان انتو اللي هتكونوه وانت اللي هتعمله. فلازم تبقى فاهمو. لازم تبقى عارف كل من دولة اتكتبت ازاي. ليه دي صفر? وليه دي واحد على الاربعة? وليه دي اتنين على الاربعة? زي ما انت شايف دلوقتي. طيب. هننزل بعد كده. الاكس بصفر والواي باثنين. اه الاكس بصفر والواي باثنين موجودة. كم مرة? مرة واحدة. من اصل كام اربعة? يبقى واحد على اربعة. طيب الاكس بواحد والواي باثنين. مش موجود? يبقى صفر. الاكس باثنين والواي باثنين? يبقى بصفر. يبقى اذا انا كونت دلوقتي تيبل. التيبل دوت بيعبر عن الجوينت بروابلتي ماس فانشن الاكس والواي. تمام? اللي هي هتكون بالشكل اللي قدامنا ده. نروح لي مثال كمان. وهو نفس المثال. ولكن هطلب منك بعد ما اتطلع بقى الجدول اللي انت عملته الجميل ده. لازم تطلع لي متطلبات كمان انا هطلبها منك. زي اول حاجة. هقول لك انا عايز الفانشن دي عند الواحد والاثنين. دي معناها ايه? تترجم ازاي? قال لي عند الواحد والاثنين ده معناه ان عند الاكس بواحد وعند الواي باثنين. لانه هكتب لك هنا الاكس الاول وبعدين الاي. يبقى اذا الفاليو بتاعة الاكس هي اللي هتيجي الاول والفاليوز بتاعة الاي اللي هتيجي التاني. لان ده اردر دبير. ده زوج مرتق. امم? إذا الترتيب هنا يفرق يبقى الاكس هي اللي هتخد الواحد والواي هي اللي هتخد الاثنين. وليس العكس. يبقى لما تيجي تحوله البروابيليتي هتقول انا عايز اجيب البروابيليتي لما كانت الاكس بواحد ولما كانت في نفس الوقت الواي بتساوي اتنين. ونفس الكلام هنا لو لو قلت لك 2 وصفر يبقى الـ x ب2 والـ y بصفر ولو قلت لك الـ x بتساوي 1 والـ y أقل من أو تساوي الـ 2 يبقى أنت بتثبت الـ x بواحد وبتشوف لما الـ y بتساوي أي قيمة أقل من أو تساوي الـ 2 يعني الـ 2 الـ 1 الصفر ده في المثال بتاعنا وهنا بيقول لي الـ y بتساوي الـ 2 الـ y بتساوي الـ 2 وسيكت يبقى أنت برضو بتبص على كل الاحتمالات اللي فيها الـ y بتساوي الـ 2 تعالوا نشوف مع بعض أو نحل مع بعض الـ 4 أسئلة ذو السؤال الأولاني طبعا الجدول لازم يكون قدامي اللي هو اللي احنا حسبناه من شوية مع بعض وهو الـ probability mass function اللي هو الـ joint probability mass function اللي فيه كوية من الـ x وفيه كوية من الـ y والـ probability بتاعته أول مطلوب وهو أن أنت عندك الـ x بواحد والـ y بـ 2 زي ما احنا اتفقنا يبقى تروح هنا على الـ x بواحد أهو أدي الـ x بواحد والـ y بـ 2 فين أدي الـ y بـ 2 بيتقطعوا فين يبقى عند الـ x بواحد والـ y بـ 2 كان الاحتمال بكام بالصفر يبقى على طول تقوله هنا الاحتمال بيساوي صفر اللي هو كان عنده الـ value للـ x بواحد والـ value للـ y بـ 2 كان بيساوي صفر من الجدول المباشرة طيب اللي وراها ال-x ب2 وال-y ب0 ال-x ب2 وال-y ب0 فين اهو ال-x بطولة ب0 أسف هنا اه تمام يبقى يسوي كام 1 over 4 1 over 4 طيب ايه تاني قال لي كنت عايز ال-x ب1 ولكن ال-y اقل من او تساوي ال-2 يبقى انت الاول روح ثبت ان ال-x بتساوي 1 وبعدين بتدي بص على ال-y وشوف كل القيم اللي اقل من او تساوي ال-2 هن تلاقي ال-2 لان فيه تساوي وال-1 وال-0 تمام مع مين مع ال-1 بقى القيم دي كده يبقى انت كانك بتجيب ال-x ب1 وال-y ب0 و1 و2 فانك بتجمع بقى الايه اه بتجمع الاحتمالات دي اللي هي 0 زائد 2 على ال-4 زائد الصفر يبقى ان السؤال دوت عبارة عن 3 بروابلتز وبتجمعه البرابلتز الاولاني هو ان ال-x بصفر وان ال-x بواحد وال-y بصفر زائد ان ال-x بواحد وال-y بواحد زائد ان ال-x بواحد وال-y باتنين فهيطلع لك 2 over 4 هنا نفس القصة لما بيقول لي ان ال-y بتساوي 2 ال-y بتساوي 2 ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتتكلم على ان ال-y باتنين بغض النظر عن ال-x ال-x يبقى كل الفاليز بتاعت ال-x اللي هي ايه بقى 0 و1 و2 ولو فيه حاجات تانية لل-x هتبقى معاك تمام؟ يبقى كان لك بتجمع الاحتمال بتاع ان ال-y باتنين وال-x بصفر زائد ال-y باتنين وال-x بواحد زائد ال-y باتنين وال-x باتنين ولو فيه ايه قيم تانية لل-x هتزودك فهيدي لك ايه؟ 1 over 4 plus 0 plus 0 وهيديك 1 over 4 ديقة ال-4 اللي احنا طلبناهم فيه السوء اخر جزئية اتكلم عنها وهي ما تسمى marginal probability distribution ايه المقصود بيه المارجينيال distribution عمتا هو ان انت كنت بتتكلم في ال-joint probability mass function اللي فاتت ان انت عندك اتنين متغيرين وهما ال-x وال-y وبتتعامل معاهم الاتنين مع بعض في نفس الجدول وهكذا ماذا لو حبيت ان انت تفصل الاتنين random variables ذلات عن بعض اه فهو ده اللي احنا بنقوله هنا تمام ان انت عايز تطلع ال-random variable x دوت لوحده alone وعايز تطلع ال-random variable y دوت لوحده فلو عايز تجيب ال-random variable x الوحده ده بنسميه marginal distribution ل-random variable x اللي حما تيجي تكتبه هتقول fx of x تمام هنا ال-x دي ال-random variable x ودي ال-values بتاعته اللي هي ال-x small هتساوي ايه اللي هتساوي ال-submission على ال-y اه يعني انت هتروح عند كل value لل-x وتجمع احتمالاتها كلها على على مدار ال-y تمام يعني لو كانت ال-x مثلا فيها 0-1-2 وال-y فيها 0-1-2-3-4 يبقى انت هتروح عند كل قيمة عند ال-x ولتكن اول حاجة الصفر وهتجمع ال-brability عند الصفر سواء كانت ال-y بصفر او بواحد او باثنين او بثلاثة او باربعة تجمعهم كلهم تمام ونفس القصة هتروح عند ال-y x بواحد وتعمل نفس الكلام عند ال-x باثنين وتعمل نفس الكلام تمام بيبقى انت كأنك بتروح وتجمع الصفوف بالنسبة للايه بالنسبة لل-x ولو رحت عند ال-y كأنك بتروح وتجمع ال-x تمام هتجمع ال-q بمتاعة ال-x تمام بالنسبة لكل value موجودة عندك في ال-y تعال نشوف الكلام ده بسيط جدا لما نطبقه على المثال على نفس المثال اللي احنا بدأنا به عايزين نطلع ال-f x of x وال-f y of y اللي هي المتغير العشوائي أو random variable x و random variable y لو عملنا نفس الجدول اللي احنا عملناه جمام لأنه كان نفس المثال فهيطلع لي نفس ال-table اللي هو joint probability mass function اللي قدامي ده هو joint probability distribution هلاقي فيه ان انا لو عايز اجيب ال-x او افصل المتغير العشوائي x ال-1 يبقى على كل value موجودة في ال-x اللي هي 0 و1 و2 يبقى لما اجي عند الصفر بجمع كل values بتاعت ال-y اللي تحت الصفر ده ولما اجي عند ال-1 اجمع كل ال-y اللي تحت ال-1 ولما اجي عند ال-2 اجمع يبقى شوف انا كاين اعمل ايه عملية تجميع كده بالمنظر ده بجمع الصفوف كده يبقى كاين انا جيت عملت ايه قلت ان عند ال-x بتوسوي 0 كان ال-probability بتاعي ب1 على 4 جات من 2 1 على 4 دي جات نتيجة مجموعة 0 زائد 0 زائد 1 على 4 ولما كان ال-values بتاعتي ب1 كان بيساوي 2 على 4 من 2 0 زائد 2 على 4 زائد 0 ولما كان ال-values بتاعت شكل ده اه مش ده الشكل اللي انت كنت عارفه في الاول لما كنت بتتعامل مع متغير عشوية واحد قال لي اه ما هو ده نفس القص انت عايز تغير من متغير من اتنين او من او من اربعة عايز تحول لرندن فاريابل واحد بس فبتروح على الرندن فاريابل دوت وتجمع بتاعته على الرندن على الواي نفس القص ادي الفاليوز بتاعت الواي صفر وواحد واثنين ايا كانت ايا ايه تمام هتجمع على مين على الواق على ال اكس ايبا كانك بتجمع الاعمدة بتجمع الفاليوز بتاعت الايه بتجمع الفاليوز بتاعت الاعمدة اللي موجود وبالتالي اللي هيحصل ان انت هتروح على هتطلع هنا كولوم جديد وهو الافواي هتجمع 0 plus 0 plus 1 over 4 يبقى 1 over 4 وزيرو plus 2 over 4 plus 0 هتديك 2 over 4 و1 over 4 plus 0 plus 0 هتديك 1 over 4 وبكده يبقى انت كمان عملت جدول تاني للفاليوز بتاعت الواي لما كانت بصفر كانت البورابيتي بتعاتها بكام لما كانت بواحد كانت البورابيتي بكام واثنين بكام نفس الجدول تقدر تكونه بالنسبة ليه الواي تمام هنقف لغاية هنا ان شاء الله في محاضرة النهاردة وبإذن الله المرة اللي جاية نكمل الجزئية اللي احنا او ننهي الشابتر دو تماما وبالتوفيق ان شاء الله ده الايميل بتاعي تمام اكيد كلكم عارفينه سابقا يعني اي حد عنده اي استفسار خاص به الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة يعني اكون مرحب جدا ان هو يبعثلي على الايميل ويقول لي والله الجزء دو مثلا ما كانش واضح او انا مثلا فهمت الحتة دي بالطرق الفلانية فعايز ااكد معلوماتي كده ان شاء الله هشوف الناس اللي هتبعت ايميلات وبداية المرة اللي جاية او بداية المحاضرة اللي جاية ان شاء الله انا اشكم في الحاجات اللي انتم سألتم فيها اوضحها لكم وبعدين نبدأ في الجزء الجديد شكرا جزيلا واشكركم طبعا لحسن استماعكم وان شاء الله تكونوا استفدتم وتكونوا يعني فهمتم المحاضرة كويس وإلى لقاء ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة